السلام عليكم أهلا بكم أعزائي متابع القناة التاليمية من درسة الشادلي مرحبا بكم من جديد يمكننا أن نرى الصفحتين 89 و 90 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي وصلنا إلى الدرس العسري قياس الكتل مضاعفات الكيلوغرام وأجزاؤه مزورة المساة ملتيبلة و سو ملتيبلة الكيلوغرام الحصة الأولى أكتشفه وأتمر اللحظة معي ماذا تعني علامة المرور ماذا تعني علامة المرور هذه هي الإشارات علامة التشوير الطرقي يمكننا أن تجد انتباه ومنوع التوقف ومنوع الوقوف ومنوع التجاوز هذه هي علامة التشوير الطرقي يمكننا أن تنظم بهم السير ويجب أن تسمى قانون السير يمكنكم جمعة من القوانين التي تطبقون هذه العربات لكي لا يكون حوالي السير لاحظوا من هذه المرور هنا هي القانونة تشعر فيها البلاكة ماذا تعني هذه البلاكة فكرا معي مزيد ماذا تعني هذه البلاكة أو هذه علامة المرور أو علامة التشوير ماذا تعني القانونة يقول لك ممنوع هذه علامة المنق لا يمكن أن يكون محل طرس دائري وفيه خط الحمال يعني ممنوع ممنوع ما هذا؟ هنا مكتب ججتي وثمانية كو ججتي يعني ججطون وثمانية القناطر يعني الكثير من جوجتون وثمانية القناطر لماذا لا يدوش من هنا؟ لماذا لا يدوش من هنا في نظركم؟ لأن القنطرة قديمة ولدت شيء عربة التي يكتر الوزن منها ستقدر تريب هذه القنطرة تقدر تعدب إذا هنا التقنيين والمهندسين القناطر والطرقان قالوا بأن هذه القنطرة تحمل غير الشاحنات الصغار ليس شاحنات الكبار يعني قاموا بأن هذه القنطرة تقدر تحمل جوجتون وثمانية القناطر فقط إذا هنا العربة التي لديها كثير من جوجتون وثمانية القناطر لا يحتاجها تدوز من هذه القنطرة يتقلم على شيء تريد كثير منها ستكون بعيدة تدوز منها لأنها خطر عليها واضح؟ هنا ما هي العربات التي يمكنها المرور على القنطرة وهنا أعطي أن كل واحدة شحل فيها هنا ثلاثة طون لا تقدر لأنها ثلاثة طون ثلاثة طون ثلاثة طون ثلاثة طون ثلاثة طون هو ف şeh ه authent ثلاثة طون 감طار ثلاثة طون العربة التي يمكنها المروع على القنطارة هي A A لأنها قل هي B لأنها أكثر C ستلاتة طون وشقناها تركبان C مدعيزة وين هي D؟ دي دايزة أنا أمشي بالترتيب دي دايزة على الطون هذا E مدعيزة لنا ثلاثة طون F دايزة إذن هذه الثلاثة ممكن يدوز العربات التي يمكنها المرور هي A أنا أبين لكم اللونها لكم A أمشي بالترتيب أمشي بالترتيب لأنها قبل D D D D D هي تقدر تدوز لأنها أقل F أمشي بالترتيب هذه تقدر تدوز لأنها أقل والباقي كله أكبر أمشي بالترتيب أمشي بالترتيب أمشي بالترتيب لأنها تستخدموا الجدول التحويلات لنرى هذه الحالة الأساسية هي 1 نضيف القرام هنا قرام ديسيجرام يعني ديسي عشرة هنا سنتيجرام مئة وهنا ميليجرام هنا كم قسمون القرام على عشرة على مئة ثم على ألف هنا شنو عدنا ديكا جرام يعني القرام في عشرة اكتو جرام جرام في مئة كيلو جرام يعني ألف جرام هي واحد كيلو جرام القرام في ألف هنا نضيف نقطة هنا نضيف قمطار و هنا نضيف طول ديسيجرام مثلا العربة العربة أ هي اللول أشحل فيها باللاتي نضيف القنطارة القنطارة لدينا جج طن و ثمانية القناطر هي جج طن و ثمانية القناطر نوصلها إلى كيلو هذه القنطارة ترى اللي حدها واحد طن و ثمانية كيلو اه اللي حدها جج طن و ثمانية قنطار يعني هكا نضيف الأصفر و كل اللي حدها أخرى هذه بجج طن و ثمانية جج و ثمانية كيلو هذه اللي حدها ثلاثة طن وجوج قناطر وجوج قناطر نضيف الأصفر اللي حدها واحد طن و ثمانية قناطر اللي حدها ثلاثة طن لحظة معي لحظة معي لاحظة معي هذه ماذا قلنا هذه هذه هي ، ،ا هذه هذه ،ا هذه هذه ،ها ثم لاحظة كبار من 1800 يمشقون 1700 يمشقون 1400 يمشقون 1800 يمشق 1900 يمشقون 1900 يمشقون 1800 يمشقون دا و ا و اف تحويلات المقارنة كيف سهل علينا المقارنة نمر الآن إلى الثمانين رقم اثنان لاحظوا معي الثمانين رقم اثنان ما سيقول لنا؟ قالك اكتبوا كل كتلة في المكان المناسب عطينا هذه الكتلة نحن نتوقع كل واحد الوزن ما سيكون؟ هنا مثلا لدينا ربعة طن يعني كبير ربعة طن هي ربعة الاف كيلو ربعة الاف كيلو لان ألف كيلو هي واحد طن ربعة طن هي ربعة الاف كيلو اذا ما سيكون اكبر حاجة هنا؟ اكبر حاجة هنا هو الفيل اذا هذا اللي عنده له ربعة طن واضح؟ هذا اكبر حاجة تبعوا معي المراهة كانت 400 كيلو ربعة طن هذا هو بحال بحال 400 كيلو وربعة طن بحال بحال هنا ربعين كيلو جرام هنا ربعة كيلو جرام وهنا ربعة طن وهنا ربعة طن أصغر حاجة هي ربعة قرام أنا ربعة طن هذه 4 كيلو جرام في خدمناها هذه 4 طن خدمناه فكروا معي هاذا هالطفل جديد انتوا قد وزنها ماذا هالطفل هذا قد وزنها تبعوا انك دالك ما بين 30 و 40 كيلو يعني هالطفل هالطفل وهي 40 كيلوغران واضح هذا خلشة الزرعة فيها قنطار وهذا 4 4 قنطار نقوم بها 4 قنطار ثم 4 كيلو 400 كيلو العود لا يمكن أن يكون لديه 4 كيلو الوزن كبير 400 كيلوغرام ونقلنا الوزن 4 كيلو وهو 4 كيلو في القط ونقوم بها ثم رقم 3 لاحظوا معي ثم رقم 3 أكتب الأعداد المناسبة 1 كيلوغرام شحل فيه من قرام بطبيعة الحال معروفة 1 كيلو فيه 1000 قرام 5 كيلوغرام ما ستفكر ماذا هذا 1000 وهذا 5 1 كيلوغرام سوي 1000 5 كيلوغرام هي 5000 هنه ثلاثة كيلوغرام و762 قرام كيلوغرام قلنا هي 1000 ثلاثة هي 3762 قرام هنا ثمانية كيلوغرام و75 جرام إذن هي 8000 و 75 أغلبية كنا نحن نسح السفر رمضنا المئات إذن نستطيع السفر في بلاس المئات 8000 و 75 جرام لأننا لمشيت 8600 عدت 875 جرام وهنا هذه رمضنا 800 لأنها 8000 وضح أن ندوده في التمرير الرقم 4 التمرير الرقم 4 يقول أكتبوا الأعداد المناسبة عندنا 500 جرام زائد شي حاجة يتسوي كيلو كنا نعرف الكيلو هو 1000 500 إلى شحن نقصها لتكمل كيلو نقصها 500 أخرى هذا هنا 58 كيلو جرام زائد شي حاجة كيلو جرام كسر واحد قنطار كنا نعرف القنطار فيه 100 كيلو وهنا 58 شحن نقصها لكي تكمل المياه ونقصها 42 أريد أن تتأكدوا أعدي العملية بها أتجيب القنطار هو 100 أتجيب حالك 100 كيلو ناقص 58 50 لجتك صعيبة لجتك صعيبة هكذا كما دونك ونقصها 42 0-8 لا يمكن 10 ناقص 10 ناقص 10 ناقص 8 2 0-6 لا يمكن 10 ناقص 10 ناقص 4 1-1 ونبلغ محتاجة لعملية خرجتها. خمسة القناطر من قنطر لكي تقولي واحد طن. تعرفوا بأن القنطر هي مئة كيلو. والطن هو الف كيلو. هنا خمسة القناطر لكي يكملونها واحد طن هي خمسة القناطر اخرى. لأن عسرات القناطر يساويونها واحد طن. هنا ستمية ميلي جرام. ماذا تقولي واحد جرام؟ ميلي جرام. مقسم على الف كيلو. ماذا تقولي واحد جرام؟ 400 ميلي جرام. واضح؟ وهكا كمنا التمارين للصفحة 8. الآن سنتقل إلى التمارين للصفحة 20.